أعلنت الحكومة الألمانية الموافقة على تأميم أكبر شركة مستوردة للغاز في ألمانيا يوني بير وتوسيع نطاقة تدخل الدولة في الصناعة لمنع نقص الطاقة الناتج عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقال وزير الاقتصاد للألماني روبرت حابك إن الصفقة ضرورية بسبب الأهمية التي تلعبها شركة يوني بير في سوق الغاز الألمانية ولا نزال بحاجة إلى موافقة المفوضية الأوروبية اقترح أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي أن تستخدم إدارة رئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات ثانوية على البنوك الدولية لتعزيز صقف لسعر النفط الروسي وفي بيان له أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي عن إطار عمل لتشريع لفرض العقوبات الثانوية والتي من شأنها أن تستهدف المؤسسات المالية المشاركة في تمويل التجارة والتأمين والسمسرة في النفط والمنتجات البترولية الروسية التي تباع بأسعار تتجاوز الحد الأقصى تترقب الأسواق العالمية قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم بشأن معدلات الفائدة الرئيسية وسط توقعات متزايدة برفعها 75 نقطة أساس وفي إطار جهود الولايات المتحدة لكبح الجدغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المرتفعة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية المزيد في سياق التقرير التالي وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة تترقب الأسواق العالمية قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن معدلات الفائدة الرئيسية مع توقعات الخبراء برفعها 75 نقطة أساس في إطار جهود الولايات المتحدة لكبح الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المرتفعة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية خفض الفيدرالي الأمريكي خلال العامين الماضيين الفائدة في اجتماع طارئ أوائل عام 2020 من 1% إلى 0% ولكن في العام الحالي ومع وصول معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوياته في 40 عاما كان عن البنك أن يقوم بأول زيادة في الفائدة منذ أكثر من عامين وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الخطر الأكبر على الاقتصاد سيكون هو التضخم المستمر وليس الانكماش الاقتصادي هذا وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مايو الماضي رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000 وذلك لكبح التضخم الذي لم تشاهده الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى غير مسبوق منذ أربعة عقود مع ارتفاع تكاليف الغاز والغذاء وغير ذلك من الضروريات مما حرم الأسر الأمريكية من أي راحة من ارتفاع الأسعار وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن معدل أسعار المستهلك زاد بنسبة 8.6% الشهر الماضي مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا أسرع من الارتفاع الذي حدث في إبريل الماضي على أساس سنوي بنسبة 8.36% سجلت الأسهم اليابانية أدنى مستوى إغلاق في أكثر من شهرين متتبعة أثر وولد ستريت والبرصات الأسيوية مع ترقب المستثمرين لاجتماعات بشأن السياسة النقدية يعقدها مجلس الاحتياطي والاتحادي المركزي الأمريكي وبنك اليابان هذا وقد أغلق المؤشر نيكي على تراجع بنسبة 1.36% مسجلا 27.313 نقطة في أدنى مستوى إغلاق منذ 19 يوليو الماضي كما هبط المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا بإقدار 1.36% في أدنى مستوى إغلاق منذ 7 سبتمبر الماضي تصارع التدخم السنوي في ألمانيا وصعد المؤشر في أغسطس الماضي بنسبة 45.8% من 37.2% في شهر يوليو السابق عليها وأظهرت بيانات رسمية ألمانية أن أسعار المنتجين ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 45.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ومقارنة بزيادة ثانوية بلغ 37.2% في يوليو الماضي والمزيد في سياق التقرير التالي يواجه الاقتصاد الألماني الكثير من التحديات وأهمها ارتفاع حاد في أسعار الطاقة بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا هذا وتصرع التضخم السنوي في ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا وصعد مؤشر التضخم في ألمانيا لأعلى مستوياته في شهر أغسطس الماضي ليسجل نسبة 45.8% مقارنة بشهر يوليو الذي بلغت نسبة التضخم فيه إلى 37.2% وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وأظهرت بيانات رسمية ألمانية أن أسعار المنتجين ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 45.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ومقارنة بزيادة سنوية بلغت 37.2% في يوليو الماضي وجاءت نتيجة شهر أغسطس 2022 أعلى من التوقعات حيث توقع خبراء ومحللون اقتصاديون نمو التضخم في الشهر الماضي بنسبة 37.1% وقد كشفت دراسة بحثية أجراها معهد أبحاث التوظيف الألماني أن الاقتصاد الألماني سيخسر أكثر من 260 مليار يورو من القيمة المضافة بحلول عام 2030 بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة مما يؤدي إلى آثار سلبية على سوق العمل وتوقعت الدراسة أن الناتجة المحلية الإجمالية لألمانيا سينخفض حسب الأسعار بنسبة 1.7% العام المقبل وسيقل عدد الوظائف بنحو 240 ألف شخص وأكدت الدراسة كذلك أنه إذا تضعفت أسعار الطاقة التي ارتفعت حتى الآن بنسبة 160% مرة أخرى فإن الناتجة الاقتصادية لألمانيا لعام 2023 سيكون أقل بنسبة 4% تقريبا مما كان يمكن أن يكون بدون الحرب